خليني أخذ آية ثالثة في نبوة ميخا ميخا إصحاح خمسة والآية اتنين بيتنبأ ميخا يقول وأنت يا بيت لحم لست صغيرة بين ألوف يهوذة لأنه منك يخرج مدبر يرعى شعبي إسرائيل لاحظ الكلام بقول يا بيت لحم لست الصغرى رح يولد في بيت لحم أين يولد المسيح سأل هيرودوس سأل رجال الدين قالوا له في بيت لحم تتميم لنبوة في متى إصحاح اتنين هون أحبا إليك اللاحظ بقول الذي مخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل فإذن اللي رح يولد في بيت لحم هو مكتوب عنه مخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل فإذن المسيح عجيب في اسمه عجيب في طبيعته لأنه الإنسان الكامل والإله الكامل ثم أحبائي المسيح متميز ولاة المسيح متميزة بالعمل لاحظ يدعى اسمه يسوع لأنه يخلص ولاحظ المسيح كان ممكن ييجي ما هو الذي يستطيع أن يقول كن فيكون أليس هو الكلمة المتجسد فإذن لكن المسيح أحبائي لاحظ الكلام أنه جاء المسيح متجسدا كان ممكن ييجي ويطير أمام الناس ويظهر عظمته وجلاله لكن موضوع الفداء أو سر الفداء سر التجسد سر الفداء هي من الأسرار الإلهية تحتاج إلى إعلان إلهي لأنه لا يستطيع أحد أن يقول يسوع رب إلا بالروح القدس فإذن كل الغرض من التجسد طب ليه تجسد المسيح ليه جاء حتى فعلا يرجعنا للصورة الأولى الصحيحة آدم أخطأ ومات الجميع في آدم يسوع المسيح بلا خطيئة جاء حتى يعطينا حياة جاء المسيح ليشهد للحق جاء المسيح ليخلص الخطاء اسمع مقال الرسول بولوس صادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول أن المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخطاء الذين أولهم أنا ثم جاء المسيح مكتوب عنه لأبنى من الإنسان قد جاء لكي يطلب عم بيفتش عم بيبحث ويخلص ما قد هلك جاء المسيح ليعطينا حياة أبدية جاء المسيح ليعطي حياة وحياة أفضل جاء المسيح لينقض أعمال الشيطان جاء المسيح ليفتدين من لعنة النموس ليفتد الذين تحت النموس لننال التبني جاء المسيح لكي يجعلنا أولاد لله عن طريق التبني عن طريق الإيمان بربنا يسوع المسيح عندها نصبح أبناء إبراهيم بالإيمان أولاد الله بالتبني إلنا الشرعية والامتيازات والحقوق الإلهية إذن لست بعد عبدا بل ابنا وإن كنت ابنا فوارث لله بالمسيح الله أعطانا كل حقوق وامتيازات السماء فكل لازم يتجسد المسيح حتى أنت وأنا ننال هذا الفداء العظيم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر